كبير ملف المباراة مباراة الحسب قولوا مني مش نبداوها هي الحكاية اليوم يا سيدي اخر ما جد انه في الاجتماع الفني اللي يسبق المباراة من جين المرأة والأمور التنظيمية البوديوم كيفاش جاوا يشوفوا يا سيدي يلقاوا انه الكاف في البوديوم من انتعال بعد اللي بش يعطيه الكوب لش كون نربح ما فما كان اسم الاهلي المصري امر استفز برشة ممثل الترجل ذي تونسي وصارت كيل فوضى في الاجتماع هذي يعنو لا يعقل انه انت كأنك عندك نية مبيتة كأنه مقرر انت لقب لش كوبش يمشي يعني كأنك مقرر انه لقبش يجي للأهلي المصري دونك صارت شوية فوضى ولقى انجاري معناه تفادي تفادي هالجعباجي هذي برشة كعباجي يظهر لي برشة والله الكلمة نحنش استعمالها برشة يما تليق 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 بالوصف انتي تعطي في وصف يليق بالحظة هذية وبالوضعية هذية وبالواقعة هذية شوف ثم حاجتك يتكرروا في حي الزمني بسيط ويكونوا خارجين على المنطق متنجمش تقرى حسن النية قراءة حسن النية وقت يكون حادث ظرفي وما يتعودش والنطق يقبل انه يكون الخطأ لكن كل خطأ يكون متويتر في حي الزمني متاع أسبوع من نفس المصدر ما تنجمش تقول راه قارينة حسن النية تتوفر واليقينا في قارينة قاطعة لا تقبل الضحف بإثبات العكس اللي هي حسن النية خطرتوا هذية رينواتك شنو لانشنمان اللي اربطتوا بشنو حاكلوا تعرض حاقي عاموووو الأداريه القانونيه انه القرار صادر على لجنة التقديب يصدر ليلة مباراة الذهاب الأهلي الترجري لهذه الاسك inaire القرار استضر ثويا عقبل المقابل أكبر اصدار القرار واعلانيه كان قبل ثلاثة واربعة سوايا الحاجة اللي كنا نتحدث عنها دائماقبل وقول انتي زادة تارها records كان استنيت النار تشوفه واخااقرب لانو القرار هذي متاع جوري ديسيبلنير دو لا كاف الديسيزيان دوبل زيرو 1 داتي وقتشو مجتمعو لفنت نوف ديس دو ميل دزويت روقينا كي مجافي طالعيه لترانتين اكتوبر دو ميل دزويت موجود موجود تسعة وعشرين اجتمعو خذيو قرارهم تداولو وخذيو قرارهم واحدة وثلاثين اكتوبر الفين وثمنتاش هو تاريخ سياغة هذا القرار ولكن الجلسة اللي لمتهم الخميسي التلاثة والزوزلي معاهم كانت منار تسعة وعشرين والديسيزيان منار تسعة وعشرين موجودة انبعد تخرجها لدو نوفمبر نعاود انقلت ما ذر وما وجه العجل والاستعجل انو مايكونش نهار السبت ثم في منطوق القرار نفسه أبار النقطة لولا والثانية اللي هي فلسطينية في تكسروا قتلك عليها لاختيت ذكر عبد السلام من نقطة ثالثة حتى نقطة السادسة نقاط ما انزل الله بها ابن سلطان وهي نقاط تسلطية ماهيش موجودة في النظام الاساسي للاتحاد الافريقي وماهيش موجودة في المجلة التأديبية للاتحاد الافريقي أخطر من هذا النقطة الرابعة لصاخة بدهاء قانوني اللي قال دون لوبليجاسيون في واجب الاخذ بها واللي هو قررنا راهه ثم إجراءات تنظيمية تدخل في السيادة الوطنية الأمنية المحلية التونسية وأردف القرار متاعه بملحق في صفحتين يحدد فيه كيفيش لازمنا نتصرفه في بلادنا في استادنا في أمورنا الداخلية السيادية الأمنية والحمد لله وقتلك منارة لحد عبد السيادة يقبل آلية المراجعة وفق أحكام الفاصل 23 من النظام الاساسي للاتحاد الافريقي الفقرة 10 والفقرة 12 وتمت مراجعته الحكم وكيفيش والفار تعرف أنه اكتشفت حاجة مؤخرا والمعلومة ثابتة عبد السيادة أنه لتكنيك ده فار اللي خدموا بيهم غادي ما هومش هومة اللي فيهم توصية من الاتحاد الدولي لكورد قدم ما نحكي لكش عن نوم برضو كاميرا ما نيش نحكي لك عن ترون دو كاميرا وما خدموا بوي كاميرا ولكن في الوي كاميرا هذوكم ثم شروط تقنية متاع الزوم اللي لازمة تكون موجودة بيش تقربوا تباعد بيش ما نشوفوش نفس الربلي اللي نشوفو فيها في التلفزة الفار حاجة أخرى في المراقبة التقنية ما كانتش موجودة من بعد ما حصل قبل المباراة ما حصل أثناء المباراة ثم من بعد ذلك أعتقد أنه ثم استرداد حقوق وقت لرئيس لجنة التأديب اللي هو خرج القرار هذي بتاعه نهار التجمعة انتصب بصفته قاضي منفرد ويمكن له ذلك حكم الفصل 12 من مجلة التأديبية ويمكن له اعتمادا عن الفقرة الأخيرة بفصل 12 أنه ينظر في الأخطاء التي وقع تجاوزها من قبل الحكم هذاك عليش سند القانوني لعقوبة الزارو حتى سوز مباراة وعشرين ألف دولار روفيها سند القانوني لأنه هو كان تصب كقاضي فردي يصدر عقوبات لا تتجاوز ثلاثة مباراة وثلاثة أشهر ولا تتجاوز عشرين ألف دولار هذاك عليش أعطاه دو ماتش وعشرين ألف دولار وحت في القرار وقتش يبدأ سريان العمل به ثمت المراجعة نهارة الأربعة متاع الأمور الترتيبية اليوم عبد السلام اللي كنت تحكي فيه أعتقد أنه في تاريخ وتنجب تصوبولي ما سمعنيش في تاريخ المسابقات الأفريقية العالمية خانا بديو عرقا بهم أومة خانا بديو بهم أومة أنك أنت تجي وتحدد لي كأنه من حبش نقول أنا هذو ما دمساج مبطنين كأنه هذا الأمر الواقع لأنه وقته تولي الكارثة الكبرى الكارثة الكبرى في أنك أنت ما تعتنيش استحقاقي لأنه المبدأ العام التنافس الرياضي يقوم على مبدأ التنافس الرياضي على أرض الميدان ولكن السؤال يطرح نفسه عليش المباراة خرجت من إطارها الرياضي الميدان إلى لزيكسترا هذو ما خارج الميدان وكأنه المباراة قعدت لعب أكثر خارج الميدان وإخر حاجة ربما نحكيه عليها هو التسعين دقيقة هو الميدان هو طبيعة الدربيس مصر تونس لعب ويعرف أكثر مني دربي عربي إفريقي بكل المقاييس ثم ثم الوزن المصري في التمثيلية الإفريقية هذا يقينا أنا سمحني إذا كنا كما شامبيونز ديك دوروب إنه كنت ترى محايد إخي هكا ولا يمون نهائي يلعب في ملعب يقعوا اختياره منذ البداية وتمشي عليش خطر هو يحط لك مبدأ التنافس الرياضي وعليش أليه روتور إيه هو عليش أليه روتور قطلك بالنسبة للوروبكي تقراها إنه الماج فينال يكون فتراء نوتر يقع اختياره مسبقا ومزر ما نعفوش تكون لكيب اللي بيش تكون في الفنال هو يعطيك علامة مضيئة إنه راه المباراة تلعب على أرضية الميدان ما فيهاش نستقبلك وتستقبني وتعطيني كار وتطلع تفتشها وتسكر لي البيب الفلاني وتعطيني البيب الفلتاني وتجيب لي كذا والأمر التنظيمي يخرج عليك إنتي ماش يضيب غادي بتاقة استيعاب كلية أمر تنظيمي يليق بكل القدم لأنه إفريه نعبة الكواليس تخلقت ولكنها غالطة المبدأ الرياضي يقوم على تنافس الرياضي شكون الأحسن رياضيا نعم هو اللي يربح مش شكون اللي أحسن في الكواليس ولي يربح غالطة المعادة مخالب لهلي مووش تاكل عادة مت مووش تاكل عادة لهلي يعرفوا أنه قيمته الفنية عبدو لهلي مايش في مقام يعني الترجي فنيا يعني يعرف اليجم يخسر مباراته لذيل تجاول مع تالحكيات الكواليس يعتمد سينول مبارات ذهب ولياب عبدو في الفلسفة اليوم كل الأوروبية تعرف سوران ماتش توتي بوسيبل زوز في رقك يخلطه للنهاية يعني عبارة بتوجوك يوصله للنهاية يعملوا أماتش إذا نحكيه على كواليس إذا نحكيه على كواليس إذا نحكيه على كواليس وحتى ماتش ويحة تفمى لعبد كواليس نجم تتحير يسيطوكي نحكيه على فريق فما ممكن نقطة تقعدين ديما الدور اللي في مخي قول أنا اليوم الفيفا باركزامبل يمشي تعاملت المقار المرد نتيحها في سويسرا في ناسيون مايش متاع كورة أو ترموندي مايش عندها منتخب أعطينا سويسرا في الأفريق هاتيك عليه هاتيك عليه هاتيك عليه يا عبد لا 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 أنا قاعد نعطي فيك في اسمعني اسمعني مليح لبش نكمل الفكرة متاعي بشتفهمين عليش قتلك عليش مننجوش على ملوان منوال الفيفا باركزامبل أنك تحط مقر الاتحاد الأفريقي الكورت قادم في بول بلد بلد أفريقي ما عندوش لي ترديسيون الكبار اللي غدوه في اللي يفتقى متخب منافس ولا عندو فرق منافسة على اللي تيتر الكبار بشتقعد انت أموان عن منفن بعيد شوية حتى على كيفية الشكل اليوم يزا نحكيو على ديطاي صغير صغير برشة لكن في برشة استفزاز أنك اليوم الاربيت رجاء من أثيوبيا بارميلي ديستينا الموجودين الكل بشتعم فيه مسكال تهبته على مصر كيفاش متحبش تحير الشك بالصفة عليك حتى كان عندك النية الباهية ركشتولي انت تخم كطرف ثاني أنه فمشا كونتوك هذو من الكواليس ولعب الكواليس انت خالد كنت أحضرت على فينال كبير في هلفين وعشرة ترجي مازان بيه اللي فيه برشة لعبة الكواليس انه نرجع شوية اخر ونحكيو على تفاصيلها وتعدي منك فش حسيت انتونكم لاعبي الشاي اللي صار ولي دار بالمقابلة هذيك موسيقى 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 عيد ميلا تسايد موسيقى 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 عيد ميرت سايد موسيقى خمستاشن سنة اليدعاء الأولى في دورس موسيقى 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 نحب أن نذكر أن المربيح المسابقة العالمية عدد 71 ستنضاف لمربيح المسابقة العالمية عدد 72 وتقدر قيمة مربيح المسابقة العالمية عدد 71 ب 174 مليون و 935 ألف دينار و 912 من المليمات حتى واحد مفاز كان يو تكبير تستنى فيكم على المستوى المسابقة العالمية نعرف الفلوس ضحي النفوس كما يقولوا 174 مليون و 935 دينار و 912 من المليمات ستنضاف إلى المسابقة العالمية عدد 72 وهكا تولي كنيوتة كبيرة برشا واللي يحب يربح واللي شاوته في الفلوس شكول نحكي أنا بربي شكول ما يحبش على لا ما نحبوش أنا اللي ما يحبش يقول لي يربح ونقسموا مع بعض الفلوس زادها عندها قيمة وقتنا نحكيه على كورة زادها نحكيه على لعبة كواليس نذاك عليش فما برشا كليم صار في 2010 مع نخهاد القربي لعبة ترجل تونسي اللي حذر على الانجاز الثاني من ناحية ربطات الأبطال بالنسبة للترجل تيتر الثاني عام 2011 ليش؟ وحذر على الفينال مشهود ناس كل التوى تحكي عليه ممكن وتتذكروا مقابلة ترجل في 2010 مع تيبي مازانبي مقابلة الذهاب كانت وقتها في الكونغو ديمقراطية خالد وقتها لعبة الكواليس واليسار الكل يعني من قبل المقابلة الى اثناء المقابلة الى ما بعد المقابلة الشيء اللي خالت ترجل في الرتور انتوما كم لعبين وطلعتوا البوديوم شديد ودينا بعضكم وما حابتوش تسلم وقتها حتى على رئيس الاتحاد لفريق الكرد قدم عيسى حياتو كيفش عشتوها كام لعبين حابوا نفهمو هنه بين الكواليس اللي نحكيو عليها ديما في الميديا وفي الشارع الرياضي وبين الملاعب الليوم هو موجود في مقارة ربوس مسكر على روحه كل شيء اسكو يخلط له الشيء هذا ولا اسكو يأثر عليه شيء هذا ولا اسكو في التيران يحسوا ولا ليه وقتها قولوا احنا يولي الرياكسون بتوع معاش يتحسبوا ومعاش ينجم حتى يكنتروليه نحن اللعبنا معهم من دو ميد ديس لعبنا معهم في البول وقتها الاسبرانس لابت معهم في البول اربح نيم ترى زيرو هني كيتو احنا معهم في الفينان شلقوا برمح من ما تأضعف من الاسبرانس اما اللي صار فيما زنبي اتفرج في الاسبرانس والاهلي جماعي اللي صار فيما زنبي نحنا كمنع بيا كبير من اللي صار مع الاهلي صار حاجة جرافة على الاخر وصنا نبدلوا في حوائجنا هابت الماتش في الكار هتدخلونا في سوقد حاجة كتاستروف عملوا فينا عميل هعطونا في السيري مكن اربعمة رو مربع صار برشة حاجات الاربيتة سعنا ريتها نحنا نفوتو السنتر وزفر فوت صار برشة حاجات جيت لك معنا صحيحة هوني نرجع نحب نرجع معاكم الولاد انو الفكرة نحاولو نطوروها شوية انو نستغلو وجود طارق بوشماوي العضو التونسي في الكاف ورئيس لجنة المسابقات انو وخاصة انو تارح برنامج تطوير المسابقة هذي كيما نمشي تولي مسابقة على شاكلة الشانتينز ليغ الأوروبية تولي دور نهائي يتعين البلد متاعه قبله بعام ونعرفو انو الفينال بيشي تعبع لمباراة وهكا نتجنبو كل الشبهات كل حكاية كل القيل والقال ويبدأ مشروع من طوية اخدم العقلية عقلية كيفية تنتصر شوف نعود اقولك يتحط فينال في بلد محايد منذ البداي من اللي تبدأ المسابق العقلية متاعي أنا راني ماشي غادي لازم يكون في أحسن استعداداتي النفسية والبدنية والتكتيكية والكلام ذاك الكبير لكل تعملها صحي واحد اثنين المباراة هذيكة حتى كنحب نلعب لعبة الكواليس اللي هي موجودة في كورة القدم ونس كل يتلعب في لعبة الكواليس موكي نبدو شفافين وواضحين موجودة عبد السلام ما نقولوش اكتشفناها اليوم ما اكتشفناش نهار 8 نوفمبر ولا 9 نوفمبر ولا نهار 2 نوفمبر تاخو مرة تربح ومرة ما تربحش ومرة تتلعب لعبة الكواليس بش تخرج تطرح الطاولة وتاخو حقك هذي الكلام لازم يتقالب شو نكونو نحنا ساعة صافين مع رواحنا لكن كي تدخل اكتر من الاكسترام اللي ما عادش فيه وقتا يولي القلق عملية الاستيلاء على الجهد هي اللي تخلي مبدأ التنافس الرياضي مش موجود شامبيونز ليك دوروك والشامبيونز ليك دافريك الزوز نورمال مو هما احسن واسم المسابقات على المستوى الاوروبي عندهم هما وعلى مستوى الافريقي عنا نحن علاش ما نسمعوش انو مثلا برشلونة كمشيت لدراوين والريال كمشيت لدراوين محلوش الفيستير ولا عطاها في سوق ولا دخلوها من سوق دراوين في لندن خطر عقوبات كبيرة وقتا فما كايد شاجة تتبعوا هذي شي قبل العقوبات هو هكي حبي صدر عليك عقوبة ذربك 300000 دولار ليه عقوبة غير قانونية ثم ثم عقلية لدى اللاعب انو هو بش يربح على الملعب وثم عقلية لدى المسير انو هو اذا كان لعبينو حاضرين وحاضرنوهم بتاو يربح وثم عقلية لدى الجمهور انو راهو مش بش في كل الربح متاعو حتى لو كانت ثم خاطر نذكره في شامبيونز ليك دروب ثم دي تيتر تسرقو باخطاء تحكمية موجود ولكن تكون اديسيان بارمي عشرة وعشرين وخمستاش كيوالي انا الغاية متاعي شكومش نحذر في الستاد وشكومش نحذر في ملعب التمارين با امبورت لكيبرا ونحكيلكو با امبورت البلد الافريقي تولي تلقى صعوبة ظف لذلك انا نكون تونسي للنخاع نحنا تحت الظورة ملنجموش نعملو برش عمال يصيرو في بلدين اخرين خاطر لهنا تحت الظور بلاد قريبة الناس كل بجنبك عندك دي تراديسيان في التنظيم انتي بيدك ما تقبلاش وبالتالي الاشكال في المسابقة الافريقية اذا كامش يتبدل لابد انه ثم اشكال عقلية لدى الجميع باش انه نوصله لمسابقة افريقية شفافة تلعب وتستحق للأفضل على الميدان تنجم تبدل عقلية طارق بعد سنوية بعد سنوية ولا ما ادرب سامحني وقت اللي يحضر ساعة ونص كمالي عداها المهدي عبيد شارف ومعاها الفار لا 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 قتلك مش غدوة مش غدوة باش تتبدل ونختم لك عبد الثاني تتذكر بعد الفين و عشرة عيسى حياته تتذكر مجيش الفين و وداش للنهائي تونسي الهناي وقت رجي نتسرع على الويدات مش نحكي لك مجيش بدت تسخن اللعبة في علاقة بالشامبيونزيج والكواليس ولكن احنا دي ما راو غايتنا انه نمشي للميدان وننوفر ميدان لكرة القدم وانه اللي ملعباها وترجموث لكرة القدمة تونسية يوصل للميدان في احسن الظروف فاصل ونتواصل مرحبا بيكم سهيل كيفاش نوفر الظروف ونحبش نحكي برشة اليوم على الكواليس خذت وقت هالكواليس كورا وراه مش من مصلحة ترجي اليوم انه نقعد ونحكيه على هالكواليس وحرب الكواليس وهالضرب المضروب والجمهور والعرك والحكاية الكل معناه كأنه اختلاق مشاكل وضغط زيت على الملعبية وانتي كملاعبي هاليزكسترا هذو ما يوصلوا اكيد للملعبية يوصلوا ولكن بدرجة اقل ولازم تعامل معها لانه تعرف كما تقول الملعبية متى الترجي مولودين في نوز الحديقة يراوا يعني في اقتناء تذكرت الجماهير يراوا في الامبيانس كل ناس كل اللي موجودة لكن المباراة عبدو ماذا بي أنا نحكي تكنيك مو لانه الترجي جايين للتكنيك احنا جايين للتكنيك ولكن الكواليس هذي متعطش التكنيك مزروب كل ما لعملك التكسيرة تسألوا سؤالوا يكسر ديريكت يذكرني في لك الهدى بتاعه وخالد ايه عط يبقى على اليمين ويبقى للوسطة او أنا خالد دي تاكلي تاكلي حطوه خالد فيبو عررلو ربي خالد اول تاكل ساربيناتكم في الكورة وقت ايش بدي اول عركة ايه انا بدي رابو كورنير وهو درشير وقعنا وقعنا لكن الماتش اللي مبعد جاي ولعبوا عنا بعض جمعة في النظور ولطينا يعني زولي كاملنا ماتشونا بانخ ربحنا ما ربع بليش اما معانتها كي ما وقوله رد اعتباري خسر ما ربع بليش غادي ربحنا غادي لكن في الماتش احنا قبل حتى لتوه كريتني انا بخال نتقابلو كورجيام تقبل حتى اللي لعبوا ولعب في الاسبرانس هو أنا في اللي توال ولا أنا في اللي توال يعني انبعد كي نتقابلو كي ما اليوم ولعبنا على الدراب والرأي رانا كايين كترا زوز خويت زوز حا يعني التوه يمكن معاتش موجودة برشة اللحمة بين الملعبية متاعنا في البطولة متاعنا حقيقة يعني هذي صحيح خالد ولي ما عاش كي قبل برسم يا راه بين الملعبية كي قبل مش كمتوه انتو متقولو قبل عبارة 45 و 42 اعمار كمعنا يجيب مازالو في الثلاثينيات حقيقة عشيح خالد تاو تاو لا لا يميت كمتو الكورن تاو كمشي تبدل في عامين وثلاثة طو أنا عدي صحابي من اللي قاعدوا من الكورن ملعبتوا ما عملتوا قاعدنا صحاب يعني اللي راب فيهم تاو ملعبهم صحاب ما بعضهم طو نحنا مثلا في الاسبرانس كتازة تشامبيزيك بتعرفين واحد ياشر أنا كيلا أخوة كنا مبعضنا في كسوا في ترات كسوا بره مترات حتى ولد ليتوال يكلموك وميهنيوك يعني ولد لكيب ناشيونال وخيين ناس كلو خيين بالحق رو غريبة ما كانتش عنا هذه الصنص متاع الالوين متاع الجمعيين عليس كان دمشتش معنا لأفريكو كمبيتو مع جوري تسبرونس بيت مع ليتوال لا 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 موجود حتى شكل بيت رو عمار جمال يا خالد ممكن نفس السؤال السوهيل اليوم وعشت دي فينال فيهو ممكن المشاكل يدي متاع الاكسرا اليوم لم يلاعب كفاش يحمي روحو من الاكسرا سبورتي بكاشي بعد علا اللغة متاع الكواريس والأصدق اللي ما تحوه مقاع حول المقابل أنا اللي لاحد فيه طول الملعبية قاعد يسا تشوف الاكسرا سبورتي يسا تتبع في كلم الجمهور يسا تحب الفي بليزيغ للجمهور مثلا متاع جم تكون هذه كموتيفاسيون بالعبس يقول يشوف الجمهور ويشوف كل حركة يشوف كل حركة يشوف كل حركة صحيح ينجم تكون مثلا جور عنده وكل شي تزيد دخلوا في الطرح وفما جوري تفرجي المونت المون يتخرجوا من الطرح يوالي خايف هابت خايف عنده جمع هو خايف يشوف العباد داكيكا ما كفاش عاد سيكر وشوف المشاكل وكل شيء من السبعالي نزم بعضوهم من الضغط هذي هما ديجا في الماتش لالي الاسبرانس كان بعدو شوية متنرفيز وكل شيء وقعدو لعبو الكورة للكورة ما اوكي صار برشا حاجة اكسرا سبورتيف وبرشا حاجة مشبهة يما كانوا نجموا نجموا يقتلوا الماتش نحنا 2021 عرفنا كميش قدنا الماتش في المغرب خرجنا مالخفل هذرار سفير سرور ومغرب وقتا هما الويديد وقتا فيها اقربة 6 في المغرب في المغرب تحب ولا ما تحبش صار مش بالدرجة مش بالدرجة مش بالدرجة هذي نعرف تحب تقولي كوكو كونتر مازانبي ممكن مرة ومهدي عبي تشارف حاجة متعودتش مصارتش ممت نعرف في بيلي اما حد في المغرب قديش منو بشي قعدش دمونتالمون اما انت تلعب فينال ما تقعب فينال تيك مرة في القديش خالد راو زاداريت تقول السكنة في البارك انا مانش اتركش الرأي عليش خط كي تبدى جمعية اكيد يدار الترجي والانترينير راو هو بيدو ستن شواء اللي يخذيو تشاورو مع الملعبية بيش يحضروا على الانبيان راو لي اكيد الملعب كي يبدى يراف الجمول بتاعو كيفاش يشد في الصف ويرا كي ما نقول واحنا ساكن فاك الفقيدي اللي ما كي ما نقوله مسكين بكاروسة جاي يوات يشد في الصف يراف فما جواريت عندو مات كاركتيري فما جواريت رمضى يعني اونيك يكمل كلمتين ميكي يبدى الملعب يحضر مونتّ المون بيش يتفرج في الواقع هيكي و بيش ينسبيري من هلي البوزيتف مش بش يغزروا لها بش تهزوا لديتي اللي ما عندوش الكاركتير والشخصيه ميني جمعية مش بش اسم أريون ينعبوا على جمعية كذلك عليش مقالي اللي حاجة أنا عندي كلمة جواريت الكبار هى اللي تعمل كما بارح مورينو مثلا شبتو كيفيش ملعبي لعبتش جملة المشستر في المن خمسة وثمانين دقيقة ربحة طورة واحد ايه هو بشتلع فينال شامفينزليغ رك ما تنجمش تكون لاعب دونه شخصي ونتصوره وما تنجمش تكون لاعب مكش بامكانيات كبيرة وما تنجمش تكون سامحوني في الكلمة ملاعبي خواف طرح كبير كما هكا باللي بشعملك موتيفاسيون محب او المسير روك نتوور بالحس بتاع الجمور باللي بشتدخل معاك يعني قصدي انا ثم دو شواء يتخليه يتهربو تو ديبان مللي فكتيف متاعك اللي عندك اسكو افكتيف يحتاج وما يخافش كيشوف الموتيفاسيون هذيك وإلا ينجم يدخل في الرهبة في كل حوال في كل حوال انا شو نقول اليوم اليوم اللي صار في نهار 2 نوفمبر قد في نهار 2 نوفمبر هذي اول كنسين لازم الناس تبدأ به ثاني حاجة اللي صار البارح والفيراج رجع وما رجعش وقبله قرار لجلة التأديب واللي كوليس الكل ما يعنيوش الملاعبي الملاعبي والمدرب عندو مباراتو تربح وقتها تربح وتروح وتروح كما قلت خالد خاطر وقتها ما عادش فيها حكاية اخرى الحكاية تتواصل في الساعة الثانية من فرام ما تبعدوش ما تبعدوش مازال التليم تحية لحمد خربوش يزيم التشويش في الكوليس ليس اسمح بالقاتوش يجري يجي على خطر يحبه اسمح حاجة عندو في حياتو اذي طلع يجري طلع يجري صحيح نقاتوش خربوش كان مراوح القابس يرجع من قاتو يرجعوا من امريكا مش من قابس مرحبا بكم الناس كل خلنا نذكركم بالموضوع ايش نحك تقاتو تولا نعودو نعودو اخوي انا واحد من يسع بالله هذي مناسبة انو بش نعتذر رسميا انو ها زوجة السيد الطارق العليمي اللي كلمتني قبل الميسون بنص ساعة او انا مهزيتش عليه لنعتذر منك برشاران يلا غالب النمرو ما نعرفوش وراهو كان نشوف التليفونيات اللي قادة تجي من هنين ان شاء الله غدو ربي فضلي سلامات وانتوك بارك الله جابتنا سوربريز باها بمناسبة العدميليد رقم 15 المزيق اللي داع الاولى في تونس جابتنا بترفقاتو يعمل ستة وستين كيف حتى تتو كرينا اشتر مازل اشتر اي انبعد شاء الله بشي كل منو اسفلتر بشتر بتاعتي سيف لا لا سيف حق ينسينيك سيف سيف قال لي عمر هي شي هربنيه هربنيه نرجع ياسيدي نرجع اليوم تو هكي اسوهي نسيتني في الموضوع موضوع نسيتني في الموضوع خليلي نحكي في الموضوع متاني ودي انت تقنى في السبوت ملجتوتي بارينيو ولا عندك حق تتعارك معا في الكادي مش في السينيور مرغوظون ورموه يتعاركم على السرحين. مو القتو لي بالرجيم عبدو. نتليجيون. اي الموضوع. موضوع لنضعك في الساعة الثانية سنة. ودي ما تريفونيتكم على واحد وسبعين مئة وثلاثة عشرين. برب يسمعني غادة وبرهم. مجمعة الويب الكل عندكم باي في القتو. يجي ومهرح بي. وتحية الغادة وبرهم اللي قاعدين يباشر. وايضا محبا حيام. الزملية بربي. الويب خدمة كبيرة برشة. لانو الإذاعة ايضا تتواصل على الويب. على موقع مزيكة فهم. وحتى جمعة الريزيو سوسيوت. او بانو جديدة شوية. الحكاية ما اتبركال عليهم. لونك الخدمة الإذاعية اللي تسمون هنا في الإذاعة في الانتين. تلقوه مكتوب وبتصور بالحكاية الكل. سواء في الموقع الرسمي باللغتين العربية والفرنسية. او على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي. وبصواتكم وبالكتيبة متاعكم بالكلابية متاعكم ناخذوا اراكم في الموضوع متاعنا إن شاء الله في الساعة. على الثاني نعود نذكر بلا موضوع اليوم بطبيع النجم ونحكي. وكان على مقابلة غضوة بين الترجل هذي تونسي والاهلي المصري. هي بالدور النهائي من شامبيز ديق افريقيا. كيفيش ينجم الترجل يقلب انتيجها بعد الهزيمة ثلاثة بواحد. ويفوز إن شاء الله باللقاب بالإفريقيا. نعود نذكر دونك أصواتكم على واحد وسبعين مية وثلاثة شنال. فهذا نمرو تاليفون واحد وسبعين مية وثلاثة شنال. فولا تبعثونا على الميل بتاعنا ستوديو آت موزايكا فام بوان نت. آيا سيدي آيا سيدي منين نبدأ هنا نبدأ مع خالد. خالد الذكريات احنا الذكريات بتاع الترجم على اللقاب ببدأت في 94 نذكره مليح في نال كبيرة مع الزمالك المصري عام 94 في الملعب الأولمبي بالمنزمة. منذكر من أولى المباراة. مش من أولى المباراة بدي تقبله شوية لكن من أقوى المباراة اللي خدمتها وقت نذكر في بداية مسيرتي الإعلامية أنه الفينال هذي كان نهائي كبير برشا بين الترجي والزمالك كان موعد مع تاريخ بالنسبة للترجي اسكندر وأول لقب في تاريخ النادي على المستوى الإفريقي. وبعد تعادل 0-0 كان في القارة كان 3-1 مقابلة تقعد في التاريخ نسكول تتذكر المرحوم بلها والشيء اللي عاملوا والقلب الكبير اللي كان عليه تيران نتمنى وفي كل مقابلة ممثلين في الكوس اللي في القيسورتوك يتعلق الأمر بمقابلة هامة كيمة هذي 3-1 بتقلق كبير بالنسبة للترجل التونسي وقتا كان بقيادة المدرب فوزي البنزارتي. به خالد نجيو للمقابلة متاع 2011 حتى ربما الأسرار متاع التتويج لأنه اليوم نحب وزيد الجمهور والناس اللي تسمع فينا إنه الكورة تتلعب على الميدان. صحيح كنا برشا على الكواليس ولكن على الميدان كيفش يتحذر فينا الكيفش؟ خلينا نقول بلغة الكوارجية دي كدام ما ترح؟ بانسور عبدو واحد وصول فينا لشامبزيك حلم عند نس كل عند ملعبية كل. الحقيقة نحنا 2011 كانت عندنا جماعة شبابة برشا مزينا برشا قوية كنا كيلا أخوة لحمة لحمة كبيرة برشا ما بنيتنا. الحقيقة كنا كنا حاسين من أول مدينة في الفليبول ووقتها حاسين بشنا تشامبزيكة داي اللي نحنا ستون بعد 2010 اللي تضلمنا برشا برشا خارج الميدان. الحقيقة اخذينا ماتش باغ ماتش عبارة ماتش كوب. كنا يزمنا نمشو وقتا للمغرب بش نعملو ريجوتاب بوزيتيف او مو عن مركيو بونتو. مين مركيينيش لعبنا ماتش ندل ند معاهم خرجنا باخف لذرار سفر سفر. ماتش لطول الحقيقة كانت فامة برشا كبيرة برشا خطر نحنا وقتا يزمنا مطالبين شو مركيو بونتو بش ننزو تشامبزيكة داي. كنا حاتينا ساقينا على الارض كنا مزمنا نعملو ندخل في بخيسيبيتاسيون مزمناش معتن مركيو كسوها من لول في الوسط ولا في اخر الماتش. نعم فاصل وانتواصل بونتو الاسيكسو انجو سرطول اتران هذا بالنسبة للذكريات الفين وحداش خالد والتتويج اللي كانت وقتا فرحة كبيرة بالنسبة للملاعبية لكل الوطور الموجودة المشرفة على الترجرة التونسي يسرتو جمهير ترجي وقتا لأول مرة تزل الربط البطال في نسختها الجديدة بعد ما هزت الاربعة وتسعين البطولة الافريقية للانديا البطال تتويج هذيك الفرح هذيك الكل نصور اذا اليوم ملاعبي من الملاعبية اللي يحظروا في ماتش غدوة تحكيلوا عليك الفرح هذيك تحكيلوا ممكن على الفخر الكبير وقتا تكون موجود على بوديوم ممكن تنجيل تكون موتيباسيون بالنسبة لبعض الملاعبية اللي يوصلهم صوتنا في الوقت الحاضي بانسور تشامبزيقرة تتهز مرة في العشرة السنين والقدة يزم يعرف الملاعبية اللي يعبوا في الترجل اللي أول حاجة يعبوا في جماعة كبيرة كما ترجل هذه التونسي من السنسب الألقاب ويزم يعرفوا اللي هما وصلوا في نال في نال ما انت فهم برشة ملاعبية اخر في نال بشي لعبو يزم ما انت يكونوا موتيفي يخرجوا على الإكسترا سبورتي في ركزوا على المستطيع اللي أخضر خاطر تحبوا ولا ما تحبش ما انت الناس كل تحكي على الاهلي لأهلي الاهلي راي في الماتشوات الكل تعتمزيق تمركي البرا يزم ما يكونوا في قيم يزم يعرفوا كيفاش يجريوا الماتش مديش يدخلوا في التسرة ويدخلوا في اله يدخلوا معانتا في الفوريم متاع الجمهور وكل شيء بالنسبة لانا يزم ما معانتا يركزوا مليح 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 من الاول ماتش لاخر ماتش به ادخلتنا ادخلت بنا للأمور الفانية سهي نحكي على مقابلة غضوة من الزاوية الفانية إذا نحكيه ممكن على حديش اللي بشيكونوا موجودين أساسيين في مقابلة الآلي هذه تشكيلة بطبيعة محتملة معز بن شريفية موجودة في المرمى اليعقوبي مع شمام بمحهور الدفاع علي صار إن شاء الله فهم إمكانية كبيرة أن يكون أيميل بن محمد يبدأ لمقابلة من الأول سامح الدربالي عالمين في الوسط في غياب أكوم نلقاو كوليبالي معها غالين الشعليلي وساعد بجير أهم حاجة الساعة في نال 90 دقيقة ساعة قاعدوا على التدويج 90 دقيقة بيش ترجم بيهم تعب عم كيم الكاليفيكاسيون لتعديتها فهم ملاعبية كيما قال خالد تلعب في كريال وكل يجيه شانس بشي لعب فينال بركة كيما هك دونك لفينال هما تورنوام بتال الملاعبية الكبار تدورات الكبار ترجي عودنا وحاضر لكل هذي لكن فنيا المهم هو أنه لحدش الملاعبي اللي بشي بديو ولا الثمنتاش اللي في الجروب لحدش اللي بشي بديو روفهم وراهم سبعة اللي حاضرين بشيهبتوا في أي وقت الملاعبية اللي عالبنك حاضرة بشي بلتراح لكن كينو دخلوا شوي في الماتش تعرفوا أنه مباراة الذهاب تخلي ترجي يمام حتمية الانتصار الترجي مطالب اليوم بشي يدخل في أول مباراة من لانتام لديويل متاعه الكل يكون كونسنترية أبليكية الف المية لازمو زادة الحاجة الأخرى خاطر بشي تواجه بشي لعب ضد فريق كي سي ري بلاسي ولا يري بلاسي التالي يعني تعرف معتا يعني بطريقة الضغط اللي لازم يمارسها الترجي لازم حتى ملاعبي من اللي زاتا كون لكل لازم أول رفليكس عنده يكون ديفنسيف ولازم الملاعبية اللي ديفنسور أول رفليكس عنده يكون لوفنسيف في الباس الصحيحة كي خرجها رلونس في الريتم اللي يعطيه للعبة في الكويزيون جو لازم الملاعبية كل يكونوا لحمة واحدة يد واحدة لازم كي تذيع الكورة قدامك صاحبك بالوقت تحاول تفكها بوريفيتي اللي كونتراتاك خاطر الله لي يصيرها بريسي في الكونتراتاكو لازم معتا بشي تطلع عليه بشي تطلع عليه الجامعية الترجي بشي تنزل عليه لازم نفتاكو لهم كورات أقرب ما يمكن للثلاثين متر متاحهم هذيك البال الإكسلواتابل اللي تتفك فيه ساعة تصير ترانزيسيون باس واحدة الملاعب يلقى روحو في فاس داتاك كونسنتري لازم ملاعب يقدم الكاج يعرف يختار بشي حل طرح لصحاب ويجم المفتاح يجي من أي ملاعب كورات ثابت لازم تكون على أعلى مستوية ديفاعياً شرطو وهجو ميا من بعض كيف كيف لانو ترجي عندو مليزاتو الكل لازمو اللي ديويل مع انتها يكون متمكن منهم الماتش غا ديفيسيل قطلك خاطر اللي كيفيش بشتحله لازم أهم حاجة التنويع في اللعب لازم اكتعرف مع انت عبدو كي تبدأ تلعب مباريات كيما هكا الجو يولي عدي استابيليزاسيون بتالي كيبا دفيرس لازم تلقى لها ثغرة بشتتعدى منها بشتلقى ثغرة لازم الترجي ينوع من لعبو يكون عندو طريقة بتاع بشتعدى على اليمين على اليسار يد تخل في الوست في البروفوندور تصير ترانزيسيون لازم ساعات كورة طويلة بعد رانفرسمون لازم اللي ما يفهمش بالضبط طريقة لعب الترجي في العشرة خمسطاش دقيقة الاولى ويحاول يتعدم لمبلايس الكل وتكون فما برشة راج برشة اغريسيفيتي برشة انجاجمون خاطر فما تراح اللي معاش نحو نقوله فيهم تابلو نوار ونقوله حديش ضد حديش اللي حديش هذو ما قلب واحد ديترميناسيون واحدة اوبجيكتيف واحد وتكون فما برشة 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 برش انا قدام ستين الف معاش ياجم يعطيه دي كونسيني واحده معاش لازم بلاعب يحاضر الكل الكبيرة وصغيرة ولازم يكون عبده احنا نقوله بقلبه يعني حابب يجيب الترح حابب يرجع قماج حابب يروح لدار وفرحان يدخل على ولده وفرحان بالتيتر على امه على ابوه على ولد حومته على التوينس الكل فرحة ذي ينسانيه فيها وان شاء الله يارب يكون الماتش مزينة نحكيوا اكثر من بعد على كلكم دتالي خالد انتي في اللحظة هذه دخلت للجوارات قبل ما يخرجوا للماتش قبل ما يخرجوا بعد لي شوفمو شنو الكلمة يلزمها تتقال من وجهة من تجربتك انتي من الاكسبريونس اللي عندك الكبيرة انو شنو يلزم المساج اللي يلزموا يتقال شنو تقول لهم لبلعبية قولهم ما لعبوا لعبكم ما انتا ما تتخلوش في الماتة في البيسيبيتاسيون كونوا معنا ترجيل عربوا بقلبوا يحد يزم بارشا بارشا جرين تراب ربي ديما كلمة رجال تتقال في الكورة شنو مفهوم الرجلة في ماتش كورة الرجلة ما انتا ما يحسبش في التيران ما انتا فما ملعبية انا نعرفوا ما انتا يحسبوا في التيران ما نجري مثلا نزوز متر وك أربعة متر وشنو قعدنا نجري في الطعب ا مجورتي لوجع الكاميرا uh مجورتي لوجع الكاميرا،وت اجي اعتوش بيش تطيف قدم الجمهور أنا ما انتا بنسبotechnology زمبر شكلين في الرجلةiten، والرجلة Polished Networkを祝 کو صف indie أسمال كانت تحت فيزيك مام الميتان واولا من المرباع ساعة المولا، اللغة اللغة الناس جم انا مثلا ونجم انا مثلا عبدو مثلا نلعب ميتان نعتي اصان بروسان ميل بروسانو نتعطis وننخرج فما جواريت ليه تقول لكينا مثلاً يزيمني نكمل ماتش كامل قدام الصحافة قدام الجمهور وقدامكم كواكمل ماتش كامل الرجلة رأيه هذي هي ما تتعطي على 100% من أول دقيقة اللي انتتعب تقوله سيبا وخرجت أمشيت لتاكلة في الرجلة الرجلة الحمدل حتى غصيته ويه أكيته على الدتائي اللي حب هو يحكي عليه ولي هو موجود فيه شوف ثم حاجة مكتسبة رأي عبد صليم نعم يعني كينقول ورا و صحيت يا عندك يا ما عندك يا عندك يا ما عندك شلجرينتا والرجلة وتقف مع صاحبك في الجويل السورتو انا كما تفرج نحكي تعرف الجوار لي ما يحسبش وتعرف الجوار لي بل المريول الناس اللي تفرج عبد السلم تفهم بارش أكور ما تفهمش اللي ديتايد التكنيك الكبار ولكن تفهم شكون اللي يحسب شكون اللي ما يحسبش ثم بونتوات عالميين تقلب بهم نتيجة عالمية في جرة بخل انت عملابي حتى في فتح سب على الصفرة الثانية يلعب التروح الجاية وإلا لا لذلك كي تبدأ قدامك تيتر ما تنجمش تستنى أكثر من هذا باش إنك تقول راني موجود وجوالات الرجلة نختم يتحب ويقعدوا حتى كيبطل كارييرو دي ما تقعد الحاجات تنسى العظمة تنسى الكورة لي عالبار تنسى التسعين اللي في التسعين تحتت ولكن عمرك ما تنسى الجليب والروح وأحسن مثل اللي دي ما نحكي وعليه نحن الله يرحموا الهادي برخيصة كلنا نذكروا الهادي برخيصة قال بالأسد شنو أعمل واحد هدي إيماج به لأنه عم تلين واحد ألوان أنا عندي تصويره هو رياض البعزيزي تاريخية ونحن جنراسيون اللي كبرنا كبرنا على تصاور معينة متاع محبة نعم ومتاعه أخوة كوروية وتقعد الجرينتا والرجلة واحدة من التفاصيل خطر تفاصيل أخرى مهمة بالنسبة للترجي بالغضوة لزمان نجاح متاعه في مقابلته زد الأهل المصر نبدأوا الفورام متاعنا كباش ينجم الترجي يقلب انتيجها ويفوز باللقاب الأفريقي سؤال ترحناها عليكم وتوما كلمتونا عن واحد وسبعين مئة وثلاثة نالف بعضتونا لزمان متاعكم على ستوديو آت موزيكة فيم بونش نبدأوا بأول تليفون يجينا من جندوبة من عند عبد الغني عبد الغني مرحبا بيك السلام أخوة شوارك بساريك مرحبا تحياتي تحية للجروب معك الكل تحية كبيرة خالد القرب وفائل بار راضي وفي طارق اللي عليهم والناس كل الجروب الكل اللي تخذ فيه موزيكة فيم إن شاء الله كل عام وموزيك حيب ألفي إن شاء الله إن شاء الله ربي يخليك نمشيو للترجي أخوة بالنسبة الأراضي كيفانش بيشتابيش نحاولو نزو تكر من غير مشاكل من غير ما ندخلو في اللي صار في مصر من غير ما ندخلو في اللي صار اليوم على البوديوم من غير ما ندخلو في التفاصيل هذي كل جوارات مركز على الماتش من أول دقيقة لأخر دقيقة الجمهور يدز من أول دقيقة لأخر دقيقة خليل شمام هو الكابتان ديوكيب هو اللي يعطي روح شوف شوف اللاكتر اللي عملها بنسبة الموهين وقت الماتش التاع برميار الضربة هذيك بيده للجوارات الناس كل الدز وناس كل اتعاون بقدرة ربي تراجي لباس قد تربي غدو نازل تيتر شوية تركيز بالجوارات ونلعبه بالجليب كيمة خالزة قبل خالزة قربي أو الجرينتة الجرينتة من من ناول الطرح لاخر الطرح بقدرة ربي لباس التراجي غدوة نازل تيتر شكرا مارسي يا رب عينك يعطيك الله الصحة تبارك الله مباشر ضريف نضيف أكثر تخل وخرجه مرور وليد خلصوا ثلاثين سناء من ماتر تحية للماتر الكل اللي حوازم تاع ماتر عايش اخويا بارك الله وفيك اخويا كل عام وانتم حيال بخير بابا العزيز ربي فضلك اخويا كانت ومحادي سهيد وخص محارب خير دخلوا بساح كالخويا وقت يلدي يكور عندي ساحة جل الله يرحمه كي ندخل يقولي المحارب في الطيران يقولي السرعة عادة تريد يقولي السرعة عادة يخويا خالز شاء الله نشوفوك على قريب أخوي ترجع أخويا ترجع سرعة وين ترجع رمي لا لا يا عبد مش يعني يرجع حتى كورة كما شير كورة يخويا شكوه بطرونير يحذر في شهيد بقى طربي على قريب يبدأ موجودك أبدأ يسخن ما يتعمدش بش يسفز بأي موضوع يعني في لان تي ولا ورقة حمرة ما يزفر هيش متعمد بشي هاي الجمهور الداراجي بشي كان نقوله احنا يا في الاضطراع تدخل الكاب بالحكم العقوبية اللي سلطتها علينا في اي لحظة نجم تحبستك اللعبة وتنزل اهل القدس ربي القدس ربي القدس سويقة انا الف المئة قدس سويقة الاهلي ما يشكر من نجم ما يشكر من نجمه ان شاء الله الاربيتر ما يتعمدش بش يعمل حاجات وقرارات تسفز امور التاراجي اللي يخرج من عصابه وتدخل الفارتير كلها تقولي كابا ايه تخلطي حيث اللعبة القدس انا نجمه الجمهور التاراجي مهما يعمل الاربيتر خوينة سواء ونبيتار الفجل حتى مهما يسفز الاربيتر من اللعبة حط الكورة في اتراه حط كورة في الشبكة وشاء الله الاخنيس يقضوا الحاج زادة مهمة في كبيرة برشة شاء الله الاخنيس يقضوا اخوية المركينة وكل التاراجة على يده ان شاء الله هونتو كان الميساج واضح عند وليد ان شاء الله هذا اخوية كذا حاجات يا اخوية عبدو السكنتر ان شاء الله ما يسيروش ان شاء الله ان شاء الله لانه حتى تأكيد لكلمك انتي وليد حتى الميساج قاعدين تعديو عم تقريبا ثلاثة اربع ايام على مستوى الريزوسوس يوم الفيسبوك وغيره الجمهور التاراجي قاعدة تدعو للتهتقى يعني اليوم انت يراك مهمتك يزمك تفهم مليح تسعين دقيقة دزين مع جمعيتك اكثر منك يكن مطالب تعمل حد شيء يلزم اللي يكون موجود اليوم في استاد علي شوفناه اليوم على السكر يلزم يفهم انه الاسبرانسا ذي يحبوها اكثر من اربع عملين رك انتي بلاستك ديك غالية برش انك تكون موجود وقته ولا التاراجي راو حاجة انتي يزمك تفتخر بها رك محظوظ جدا دونك يلزمك من اول المقابلة الاخر مقابلة عندك مهمة واحدة تدزم على الملعباء اللعبة الكل بش تكون في التيران لحاكم لبوليس لغيره لكاف لغيره لاربيتر انتي مطالب انك تدزم شاء الله جمهير التاراجي كيما عودتنا تكون على العهد وتكون في المستوى المطلوب وتمشي مع تاراجي حتى للبوديو هوني خالد نعرفو اليوم الجمهير تحت الضغر الاحداث متاع مباراة برج العرب اللي صار الكله عنده مفعول متاع شحن كبير ما ننساوش الجمهير تطلب في تشامبيونزيك تطلب اللقبة ذي عندها مدة وتاراجي كيوصل العين يلزم يشرب منها لكن الكنتكست اليوم مختلف شوية تقريبا مختلف بارشة خلينا نقول اللي بيش تتلعب فيه المباراة تا غدوة كيفاش يكون دور الجمهور ايجابي بالنسبة لك انت كم لاعبي سابق انه الرسالة اللي لزمها يقوم بها الجمهور غدوة بالنسبة لي انا جمهور تاراجي كما معروف ما انت يشجع جمعيته منه لدقيقة لدسانين دقيقة مجموش يدخلهم بعضهم بجواريت خطر تولي الملعبية على عصابها كمش يدخلوا في التكسير و كمش يدخلوا في الحاجات اللي منحبوش نشوفوها الملعبية هي بش تتذر حتى حد ما بش يتذر كما معروف على جمهور تاراجي كيف الفينال متاع الفين واحدة تشجع جمعيته من اول دقيقة لاخر دقيقة ان شاء الله من نهارة الجمع نشوفوها كيف كيف تبدأ هادية و تشجع جمعيته و دزم عم لعبيته خطر عندها دور كبير عندها 50-60% بش تدزم لعبيته بش تمركي رسودت بش تدزم لعبيته بش تدزم لكم في فرامسبر خاصة من ناحية الروح في التليفونات التعداء والتليفون الثالث من سفاقس المرة هيدي جينا من عند سامي مرحبا بيك سهلة وسهلة مرحبا بيك و بالفضور بمغيباش ما ننسى عدت اسم مرحبا بيك مرحبا بيك سهيل براديا سهيل براديا سي تارق سي القربي والعلميين حسب رايما عنديش فكرة على اسمه اللي قبل مش لعزة مش موهما موهما الراديو ماشي موهما الراديو مريكة تارق و سهيل و خالدي جاي حاجة كبيرة برشة و نتمنى انه يتعدو ساميه و باعنا تعدينا على الراديو نجم و نخش و تعالي الانيان بقول معنا بالحسن بكاندربادي و معنا تسليم ذيفل يتوقف الفيداء مرحبا بيكو مرحبا بيكو خالب سوايا بيكو يا مفرحونا بصراحة بصراحة تمنى باحدها بصراحة للامان لكن خلنا سوا موضوع ياريت ياريت والله الاطفاليك على فكرة نهب طول الميدان نهب طول الميدان شوف اخويا احنا كجمهور نتمنى جمهور الترجي لاكثر ايه سمعوني بجاء اربي بجاء اربي صفق اقعد ع الكرسي وصفق سجع شمعيتك عيط اعمل اللي تحب فوق الكرسي متاعك تخلي المستطيل اللي اخضر للجوارات الجوارات ارامي اعرف ورا ارامي اعرف حسب رايك سمش كون ما يحبش يطلع على الفيديو مستحيل نفهم حتى واحد ما يحبش تانية تانية ساعد واحد يتمنى الروح حتي حتي يحكي نقطة معناها تنال اعجاب الحضور حس روح اللي كونو عمل حاجة بي معناها خلي الجمهور يشجع يشجعوا بنظافة ارامي فيفا تستنى فينا ارامي بالرسمي ارامي ننسوا اني راني مرض اني صدقني اني مريض والله مريض اللي اتفعليك وعليش مريض ما عايش من الجمهور ما عايش نحب نفرج يعني استرس عادي هزا سيم اي واحد جامعيته تلعب في نورمال يتعد على استرس سكاندري ناجي مفسرلك في الحكاية لا ناجي مفسرلك يا رجل انت يا راني عايش معاك اكتر منك بشوية ما كنت تربي سلامات خلينا مداد بش مقولك حاجة موهمة كل الظروف التي حصلت تدل على اهتاء هذه النسخة للاهل كل الظروف التي حصلت من بداية دقيقة لولا في الماتش لليه من دقيقة واحد إلى حد الآن كل الظروف التي حصلت تدلوا على إهداء هذه النسخة الأهلة ولذا أحنا تونسة كتونسة مش كترج كتونسة عندنا الظروف المناسبة بش ناخذوا النسخة هذه بقدامنا على الميدان سير ترعا على الميدان ناخذوا حقنا على الميدان ناخذوا حقنا على الميدان ناخذوه بقوة إيرادتنا بقوة إيرادتنا بإيماننا 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 بأي حاجة نعملوها فعمني؟ والجمهور احنا كجمهور إيماننا بروحنا نشجعوا جمعياتنا باش منطيعوش في بياج متاع مزايدات متاع عقوبات متاع كذا معناها يحكي السيل العليمي بارك الله فيه معناها منورنا بالقانون بارك الله عليه إن شاء الله ربي يطول في عمره معناها نحن القانون ونعرف كل شيء ماذا بينا تحية الجمهور ترجي كل جاه رب طلب من الإنسان البسيط هذي جاه رب يخل نفرحه يا سيدي حتى إذا كان لا قدر الله ما شاء فعل ما اخذناش النسخة يا خوية نسبته للعالم أننا نحن ناس متحذرين ناس نوعيين ناس نفهم كورة ناس نعرفوا نشجوا نعرفوا نخسروا كيفاش نخرجوا من الغسارة كيفاش نصفقوا معناها نعطوا وجه للعالم مهم برشا دور الجمهور بنسبة للترجي سمحني سمحني يا رحم بوك فضلت فضل نسمع فيك فيما يخص تعيين الفنال تحكوا معناها نورمال مول فينال هذي نورمال مول القارة السمراء هذية ولا حتى العرب أضوما اللي يوموا يشاركوا في البسخة هذية يتحدم أبعضهم تتعدى النسخة هذية يتحدم أبعضهم فيه نسخ قادمة يعملوا فينال اللي معناها بدون ريتور في بلاد محايدة كما دول الدول الأوروبية فاني ولا لا ومن غير ما نطيحوا في المزيدة هذين معناه نفوت من الكورة بتاعنا نحس نطلعوا المستوى معناها نفوتوا المستوى هذي اللي يربح وعى الميدان واللي عنده كورة يربح على الميدان واللي عنا سيقة نعم وصلت الفكرة وصلت الفكرة يا سامي لأنه برشا قاعدين يطلبوا حابوا يأخذوا الكلمة مراد ستة وخمسين سنية من تونس ألو سأل أبيك سيدي ألو بيك عسلامة اسمالي يظل فيك متأثر شوية بسوية البرادة هذا مزلت نتكلم وهو هي هد يا عبدو الحاجة الباية المقابلة هذي وحدة أكثر بجميع طيافهم كربوست سترانتيست توليست سالسية سافة نفس الكل ساعة والحاجة نحب نتمنى للنجم الرياضي الساحلي اليوم الانتصال ما ننساوش اليوم مقابلة ها من النجم الرياضي الساحلي عبورا نتمنى لها الانتصار خاطر الجمهور نجم الرياضي الساحلي تواقف زادة بعد تراجي ثمتني ماذا بينا نساوكل أخوة مع بعض مصرين المقابلة ها رجل تلعب في مخاخ جوارات وفي ساقين جوارات لكن جوارات سيكولوجيكمان حاضرين يظلموا متفاداوا ومكسيمام ومكسيمام نعرفوا اللاعبين المصرين يمثلوا ومثلين الناس قادرين على كل شيء قطع مريول اللاعمل حاجة يضرب روحه حتى بيش يموها بيش 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 أنا نتمنى يكونوا جوارات كونسنتري يقول أكثر مني في شيء هذي يحاولوا رد الترفع الله فوق التران ويقعد مركز على المقابلة وتنجم التراجي في نص ساعة المنشاوط الأول تقضي على المقابلة هذا مع العلم أنه جوز عناص الهامة اللي اللعبوا عليهم اللي مصاروا اللعبوا عليهم في مصر ومش شعبوا بش يأثروا ما ينظن البنك تحت تراجي عنده ما ينظر جوار بش ينجم بش ينجم يتعدى المقابلة هذي دونك جوارات الببليك نحبوا نعطيه مثل عملوه اللي ما عملوه ما عملوه ما عملوه ننسيه المات كما قال في طارق بليك مشي المات هذيك يتخل في طي التاريخ الناس غدوا بش تسجل أشجراء في غيرات نهار تسعة دونك نحبوا نعطيه المثل وتونس إن شاء الله ديما في المحافلة الدولية من هذا أعطات المثل دونك نحكي معكم أكثر على تكاهونيتكم على كيفاش ينجم إلى تاريخ رادي تونسي يقلب انتيجها ويفوز باللقاب الإفريقي ديما معنا في فورم سبور مرحبا بيكم ما ثلاثة وواحدة ربعين دقيق هذا توقيتنا في فورم سبور متوصلين عنا شوية حس أنا وايز مسايل لما الخدمة متاعه جاي قلق فينا هون ها وهدين عدمي نيزو ها ورجع بسير الشر باركالة علي زادة نحييه بارشا وايز من العناصر اللي زادة قد تخدم بارشا وتساهم عندها بس ما زادة في العمل الإذاعي خاصة في الوامضات الدعائية للبرامج والتغطيات الخاصة تحية الوايز واللغة ستيك لكل بتباك بتبيع ديما نقول راو فريق كامل من الإدارة متبركالة من ولدنا على مستوى الحراسة سيكوريتي الإدارة الإشهار البيب ما أنا بتبيعاتها إشهار حتى السياقة والشكور كل 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 تباركالة عليها من أنه وراه فريق كامل ما نجمش رأوا الخدمة تسير هذا والنجاح هذا لو لا المجموعة هذه يزيني من الكلام نمشي لنبيل 38 سنوية من جرجيس سهلا وسهلا نبيل أسلام أخويا عبدو أسلام أبنكم مرحبا بيك وبكل ضيوفك سنحيي الجنوب الشرق الكل وفردا فردا يعيشك حيوكو كله خاصة نحنا في جرديس اليوم فهمتي ولا عملنا يعني كما يقولوا حفلة صغيرة هي جز في حومة يعني هنا فهمتني حبينا نفرحوا يعني ونشجعوا من خطر تشوفوا إحنا بعاد يعني في جرديس على تولس العاصمة حبينا نشجع التراجي الرياضي بحاجة بحركة بسيطة يعني لأن نحنا نحبو برشة التراجي في جرديس كما التراجي الرياضي نحبوها برشة وصرتوها كما أنا كله كان عندي يعني جيسة تحونتي اللي هو طاه ياسين إن شاء الله إن شاء الله غدوة ينورنا وإن شاء الله يكون فهمتي الانتصار للتراجي هذا نطلبوه هذا نتمنوه وإن شاء الله فهمتي يعني برشة الكواليس اللي كنا نسمعوها ولحدات اللي صايرة وكل شيء إن شاء الله غدوة ما نشوفوهش على عرض الملعب نشوفه إلا ملعبية يكون الرجال ويدافعوا تسعين دقيقة على المريول وبحول الله عندنا فيقة كبيرة كبيرة في الملعبية غدوة باش ينورونا وحاجة أخرى أخويا عبدو بربي من ناحية الإعلام الإعلام رأى أشوف أنا تتبع في مصر يعني من مقابلة الذهاب لليوم من هذا فهمتني تتبع في قنوات مصرية ونشوفهم كيدزوا يعني مع الأهل بصيفة غريبة يعني إذا حتى فريق ماهوش كان طراجي فريق مظلوم وشوفنا نصار في مقابلة الذهاب الإعلام متاع المصري كامل جاي مع نادي الأهل وكونا فريق ما نظلمش وفريق ثامس عنده الحق باش يربح وعنده الحق باش ينتصر وشوفنا مبارح صدقني حذر في نفسي مداخلة زميلكم وتعرفوه عدنان بن مراد في قناة المصرية وشنوه الكلام اللي يقول فيه إذا يتمس يعني شخص عندنا يتمس شخص من مصر الكلام يخصه هو يخصه وحده يعني سينابي ما يخصه كان هو ما يخص لكل الصحفي الرئيضيين ولا كل المشهد العليمي لتونسي من أجل ما يخصه كان هو أخويا أسكندر أنا نزهت الناس كل أنا نحكي عنه هو شخصيا لتوضيحه بره مش علي كنتي لتوضيح شخصيا حبيت نحكي يعني كلام ونسمن له بالمناسبة الانتصار يعني نكونوا وراء الطراجي الناس كلوا بحول الله بحول الله ما يصير كان الخير وبحول الله الطراجي باش تنورنا لأن عندنا ثقة فيهم كبيرة 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 برش وإن شاء الله رب معاهم ورب إن شاء الله يعطيهم هذا الوقت الطيب يعطيك الصحة نبيل ونبيل قال كلما نحب نخوه أحكى على تاه ياسين الخنيسي اللي هو أسيل مدينة جرجيس تاه ياسين سام برش في الشامبينزيق وقايت وش يفتر بالتهديف إن شاء الله ماتش فينا الغدوية تعرف كونسنتراشيون مستوى على مستوى الذهني ونفسي يكون ملاعبي حاضر مليح أو ثم المستوى البدني بعد كيل قزاد أسحاب ولكل الحاضرين معاه يبدأ هو في التملس تعداد شيرتو عبدو المهم اللي البلوك متاع له اللي ينتصور بشيكون طايح شوية بفعل الضغط اللي بشيفرضو الترجي لذي الطاه يجب يدكروشي شوية ويعاودي يتنطر في ظهر الدفونس يعني لازمو يلقى الروح والاسباس اللي بشيطلب فيه الكورة فهمت خاطر ستريدي في سيل بشتحل الجمعية اللي بلوكها التالي تعدى على جناب بشتلوج على لازمو الطاه يخمم بشيخرج شوية يبعد من المحاصرة ومبعد يعاودي يتعدى بشي تفيد التسلل ويلقى الاسباس في ظهر المدفعين يعني غدوة السنة فيه عمل لو حذر له مليح لطريقة لعب الأهلي وإن شاء الله يهدف غدوة ويفرح التوينس الكل بشنوخ شوية عن نص لحظات لأنه نحب نحيي البتلة شيراز بشري اللي فازت اليوم بالكوب دافريك دوناسيون في التينيس في بوتسوانا ميدالية ذهبية وأيضا شيراز قبل قليل فازت أيضا شيراز بشري وفردوس البحري بالدوبل زادا فازو بالكوب دافريك دوناسيون ان دوبل مبروك وتحية تحية لهم لبنية بتاعتينيس بارك الله وتحية بتبعه نحيي الدكتورة سلمة المولهي اللي مدتنا بالرئيس الجامعة التونسية للتينيس اللي مدتنا بالمعنية في وقتها الآن إذن فتح تاخير بوش ربي هكا كوب دافريك للتينيس اليوم شالك كوب دافريك للترجي غدوة دونك نحكي وديما على ترجي والأهلي المصري يمشينا لجندوبا ماترس فاقس تونس جرزيز تبرك الله الجمهير الترجري التونسي في كل مكان مش ممشيوا بعد برشان تقريبا ربع ساعة نمشيوا لسكرة مع سي صابري 56 سنة سي صابري مرحبا بيك مرحبا بيك وإن شاء الله كل عام أنتم خائفين بخير وديما نعاود نشكر عبدو اللي يستجيب لنا أنه خاص مساحة خارقة العادة بريمان مساحة خارقة العادة للدخلية حاجة تاشبيت أنا حبيت تركز على 3 حاجات ومشي بستطول برشا الحاجة الأولى تسمى حاجة تفاية العبيد الكل أنه بتاتب لانجومان اللي قاعد ساير للجمهور تالس بيرانس بخلاف اللي حتات بالظلم أنه ماشي في مخلع أنه هي متاع المئوي راهو غات راهي تشمبيونز ليج هذية ما هيش متاع المئوي التشمبيونز ليج الجاية هي متاع المئوي خاطر تراجب يتوصي بشي عمليت عام عام 2019 دونك يفو مينميزي ما نقولش ما نركزوش ما نحبش نربحو لأ يفو مينميزي لنباكت لقدر الله متاع أنه متاع البخيسي راهي تشمبيونز ليج جاية مينو造 six المنور disse لي نشعال ما هي لل encrypted الإضافة المقابل الذهاب الكل الكل بحسنات وبمساوية باللي تحب انتي مع اني ماذا بي يا جماعة نركز على شكر خاص للهيئة المديرة انتع تراجيه في تونسي الكل والمسايرين القدامة اللي عملوا المجهود كامل باش التراجي تسترجع حقوقها ماسترجع عنها هاش حقوق كاملة لكن لما حالا قمنا بالمجهود وظهرنا لجماعة كونفتر الافريقية اللي تراجي راهي ما هيشي تشكت على حقها مع العلمه انه راه نصود دفن الماشين قوية ياسر اللي هي الاهل المصري ماشين متع بروفاقاند قوية 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 ياسر وانا كنتفرج في قناة الاهل يراث يوجعني ما نحبش نتفرج لك فلخ نتفرج ما نشتفرج مو قال نكمل ماش فدر ما ننجمش ما ننجمش تعرف عليش خطر نحب نشوف كمان ينغزون سي جانلا كيفاش ينجموا نيش نيش سراهم يسون كتابل يقلبوا الحقيقة كاملة وهذاك علاش نحل القوسين ونطلب بالله ولو انه بعيد شوي على موضوعنا نطلب من ادار التراجي بيش تخم بيش تعمل قناة للتراجي ياري توسي راه ينيش حاس سعيبك راه يزمنا نعملوا قناة للتراجي بيش نوصلوا صوت التراجي الحاجة السافة والاخيرة طوى هكا معنا صوتك مش واصل طوى تحب تخلونا يا سي سابري لا والله لا حبنا نتغشش طوى احنا لا والله الوان دموع لا لا ولا مخصدش هكا والله العظيم اللي اخذتها لكن عالمشهد المرئي نحكي عالمشهد المرئي لا تفدليك اتفدليك او برا لا مهم جدا كل الفرق عندهم قنوات وهذا مهم جدا يدعم ويثري المشهد التليفزيوني والمشهد الاعلامي بشكل موسط اخر نقطة وبش مزيدش نطور اخر نقطة بش نقول للجمهور التراجي ان ان شاء الله يكون يسمع فيه راه غدوة كان عشنا باذن الله السميع العليم اذا كان بش تربح التراجي المقابلة راهوا اللي بش يشجل الاهداف هو الجمهور شو معناها دونكالسانس حتى دي بوردمان زيغو دي بوردمان راهوا انا قعدت نبرتاجي في فيسبوك طوى عندي تفايات زيغو فوت ربوع غم تلا الكونفيدرال الافريقية كما قال الواحد من المداخلين قاعدة كاينها تحب توجه التيتر الاعلي لكن ما يذناش احنا نكونوا ماطية في ديها ما يذناش تفتع مننا احنا بيش تقول اه اه تراجي خاتر طوية تكون في ديها يش عملا اذاروا عقبة الفيراج راجعت الاختية بتاتي بيش نحيها اه ستين الف تفضلوا كم في قاعدة جروفين الدشرة وكان اخسرتوا هاكم انتم با سمحكم يا ماذاك حق التراجي سي صبري سمحنا ذاك حقها واليوم ان يزلي دافعتها لحق التراجي ريد التونسي اخذيته فالاخر هوم ايبارة نانو تراجي اليوم عندو الظروف نقولو حتى كموش مية فلمية بالنسبة لعقوبة تتسلطت وتم تراجع فيها اليوم عندو ظروف موياتية خاصة كما كنت تتحكي من لول للملعبية والجمهور باش يبرهنو ان له تراجي قادر ونقولو احنا جدير بالتتويج بالشامبيزلي جاذا بارك الله وفيك دوك من قوموش احنا منطيعوش في فرخ يرزم العقالة انا متحقق اللي ستين في شو دخلو فيهو معلق ال 75% اذا كان مجتسى 90% عقلاء يحاولوا المترجي وشوية كلي بشي كيفونسون قرتيحة المقادلة رايب باش تكون فيها كر وفر فيها برشاة تطورات فيها شوية ظلم فيها شوية كذا بيزمنا برضو عصابنا وبقدرة الاله دي قدرة الاله السانية العليم باش نفحوا ناس كل وان شاء الله هتكون تيتر متاع التحدي انا بساميه تيتر اذا كان هذيني بإذن الله لقب التحدي تحدي كل محام بالمقادلة وكل ما نحط العصاب في الوح وان شاء الله ربي معكم شكرا سابري نمشي من الموجات اللي جابيه هذي عن سابري لنزار 34 سنة من تونس نزار وي عبد وهي ديك اي وينك شرح وينك يا سيدي الحمد لله قصيت او لا بازلت ابوني ابوني عبد اي هو احب الرحب يشمع نزار نزار من دوب السويقة اي او كانت او كانت شوية لفرزير مزاييك من عندي انا اهنا اقول هلكم او كان برزكم بغاتو طب ديم اسفور جيبوا غاتو المزاييك اش خير من غاتو انا وانت عني او رجب لغاتو هذا بطبكر تموم او نزار نزار برومي او نزار يا نزار ما اقول يا نزار اخوين اي وينو القاتو سناش نو سيئة لو تتكرم ولا مرة الواد اجياء الواد اجياء الواد اجياء كل يوم عايت المزاوية نو اه 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 اش عاملت الاسفرانس اقول او قدو اش ميزة ما تعمل باش ان شاء الله تلزل تيتر وتقلب الطاولة على اله ان شاء الله ان شاء الله مربوحة وكما جمورها بسي قلب وان شاء الله بسوط واحد ترجي يا دولة كما جوارات مصورة محطين في قلوبهم بالجدي بالجدي وكلها قرحة وكلها بالرجلة بالرجلة كل ما سيئة كلمة بالرجلة من معنى اخوضها يقلع وطرحهم مرهونا في زوز بونت ولا زوز تلانتيات ولا زوز نيهو فامتني واجيبوا طرحنا وانياس مكان بيس وطاحة كافة على اغلب معاش كون طاحة كافة معاش كون تعبط وما كاف من اصل تلاني بيس بموهن بيس وانا اخوض بالفرانسيس وانشاء الله يا ربي للوكال ده بسويقة ونعمل احتفالية وتونس كاملة حمراء وصفراء موام القطو مع فرانسيس جانسير 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 قطو انشاء الله انشاء الله اللي رفع كأس افريقيا تحلي جمهور الترجل التونسي بالروح الرياضية وضبط النفس محاولة التهديف في 15 دقيقة لولا وعدم تسر حتى وان ادارة الكرة ظهرها للترجل تكتكين لازم ضرب محاسرة ومراقبة او حتى لسيقة لدينامو الاهلي وليد سليمان على فكرة وحكيوه لليه وليد سليمان مهم جدا نحكيوه لانه اخطر عنصر في الاهلي العمل الذهني للتقم التبي والفني للترجل لحسن تحذير المقابلة في الكواليس قبل النزول الى المستطيل ومربوحة شكرا يا حاتم بنزرت وما ادراك ما بنزرت يسوهيل برادة علي استقبله هو استقبل سليم مرحبا سليم سليم وليكم مرحبا بيكم مرحبا بيكم الله يحمد الله سليم حبيت نرحب بيكم الكل ونرحب سليم برادة جماعيتي يعني رحب بيكم عايش خوي عايش مرحبا نحب نعدي نساء صغير جمهور ترجي لازم يكونوا غدوة الحل ان شاء الله في المستوى مع الجماعية متاحة ويخليوا جواراتهم مركزين في الطرح ما نحبوش كل الحاجات الزائدة الكل مع الامنيين وكذا ونحبوهم نخليوا جواراتهم مركزة في الطرح في قلاب وان شاء الله على المستطيل الاخذر بيحاول اللي ما ينجموناش غدوة انا كبيس نحب نشجع ترجي غدوة على خطر حسينة بالحق بالظلم التواصل كل في مصر غديك كيفاش عملونا كيفاش عملو معنا متنساوش احنا عنا ماتش الجاي اللي كيب ناسي نار غديك في مصر اذن النفط ووجود من الماتش هذي انت غدوة ثم كيفاش وان شاء الله بيحاول الله التواصل كل الترجي ترفعنا رأسنا وترجع للمظمة اللي صارت على الترجي غادي في برج العرب وتواصل كل لازم تكون يد واحدة مع الجمعية هذي الترجي لذي التونسي ما نحبوش كل واحدة من غديك كيبستية وصفيقسية وصياس وبنظرتية لكنا نكون يد واحدة خاطر لذي كم المسار غديك يحكيو ويقولو مصر ما نقولوش توانسي ما نقولوش كيبست وبنظرت تول سواد رأب وتونس بشي ترفع غضو الحياة إن شاء الله فيران وبحاول الله غضو إن شاء الله مربوحة شكرا ويقعد كاس تونس كاس الافريق إن شاء الله بحاول الله فيران شكرا سليم يعطيك للصحة فتحي حمدي من فنلندا يبعث بالماء اللي قلت تحياليكم ولكلون هنيكم بعيد ميلاد موزيك حسب رأي يقول فتحي إن المقاولة ما هيش سعيبة وقد تربي البطولة في باب سويقة إذا كل واحد يقوم بواجب ويعني الجمهور يزك العادة من غير ما يخرج عن الموضوع والجوارات يقوم بواجبهم وزاد الإدارة تقوم بواجبها في حال وقعت حاجة أنا يقول فتحي أنا سألت أولادي فادي عشر سنين وسلمة ثمانية سنين ربي فضلهم لك وقالوا له ثلاثة بلاش للترجي بقد تربي ماذا بينا نونتو كاف في الآخر نتوفى في البوديوم نتوفى للترجري بمتك لاني رجع لشيو بإخر تليفون من عند الوردية من الوردية يجينا آخر تليفون من عند عماد مرحبا عمدة مرحبا خويا مرحبا إن شاء الله أعيد ميلاد مبروك الموزايق إن شاء الله أنا راني كلبوس غدو فنال عشير تير فنال جمهور كونتر الكاف وفنال SNP وما سرقولنا وهم دم Israelites يحاولون الذهاب وناس د pillو وإلا الوردين يكونوا مساااا يحاولون منها ج Veja الولد متibles و tattoos من موجود إن شاء الله 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 رب 빠هم إن شاء الله ثلاث إلا لا ترجمة نانسي قنع 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 اللي مش يحكي لحكاية أخرى. غد انهار عليك. جيل يوم هو. موجود. من السبعة حتى نصل ليل إن شاء الله نكملوها بالأفراح. غدوة مع الترجل اللي تونسي ممثل كرة القدامة التونسية. نشكر بقى رشال أستاذ ترقل عليني. تكسحة أخويا. دي ما رك تنورنا كتجيب أحدنا. شكرا النزال على مستوى الشبكات التواصل الاجتماعي. سيف على مستوى الإخراج السوائي. وعلى مستوى التحليل. كان يخدم على الروح. مش نشكر فيها. الحاج على مستوى. بربي ما ننساش حبيبة. نحيا حبيبة تبركال عليها. أختنا حبيبة اللي قاعد عليها يبينا. وتبركال عليها خمسة والخميس عليها حبوب. الحاج قل تأتي الصحة. وانتوما أحلى مستمعين. موزيكة فام الحقيقكم دي ما. أنا عبدالسلام ديفالة موقع لكم. أمتع وأسعد الأوقات على راديو موزيك. إلى اللقاء.